اطلاعنا على رسالة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى سماحة السيد والذي يشير بها لطلب تشكيل حكومة مختزلة ما بين كتلتين سياسيتين فقط وهذا الاختزال هو الذي أدى إلى فشل الحكومة اليوم وما آلت إليه الأمور اليوم نود أن نقول أن الحكومة ينبغي أن تمثل كل أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته وعليه نرفض نحن أبناء ونواب المحافظات المحررة أن يتم تحديد مصير الحكومة العراقية وتشكيلها بمعزل عن الشركاء في الوطن